و الله يوفقكم إن شاء الله و الله يساعدكم على التعب والمحاضرات محاضرتنا شوية اليوم حتكون شوية دسمة بس لازم أنه احنا ناخذها وتقريبا هي المحاضرة يعني بعد أننا محاضرتين إذا الله راد نكمل المشروع ونهتم بالجانب العملية على مود نخلص من هذا المشروع ونبلش بالمشروع الوراء بمحاضرات جديدة ومشروع جديد إذا الله راد محاضرتنا صد يوصل واضح نعم استاذ خلي يومكم دفتر ملاحظات اللي عنده بعدين ملاحظة أو اللي فتشي منفهم خلي يقاطعنا ويسأل على الشي اللي هو يريد يسأله محاضرتنا اليوم على الـ Conveying System الـ Conveying System يعني هي وسائل النقل العامودية أو وسائل النقل بصورة عامة المتحركة اللي تنقل الأشخاص داخل المباني ممكن أنه تكون إليفيتر اللي هي المصاعد وممكن أنه تكون السكوليتر اللي هي الأدرج الكهربائية الموجودة بالمولات الموجودة بالمطارات الموجودة بالأبنية الضخمة اللي تتعاملوا مع عدد كبير من الناس عادة يعني المصاعد أو السكوليتر هي عملية تسهيل صعود البشر من طابق إلى طابق أي واحد من عندنا عند إمكانية أو عند استعداد أو عنده قابلية أنه يقدر يسعد إلى طبقات عاية من البناية بس إذا ارتفعت البناية إذا كان عندها مثلا خلينا نقول شخص مريض أو هو شخص كبير السن أو عدة ويا شغلات وأمور ومعدات وشغلات ما راح يقدر يسعد عن طريق الدرج فلذلك وجد المصاعد أو وجد الإسكوليتر على مود أنه يعني خلينا نقول سعدة إلى بقية الطوابق أي واحد يعني قلنا واحد شخص عنده مثلا برج الجامعة عندك معاملة برج الجامعة ما تقدر تسعد للطابق 18 عندك استعداد شوية تنتظر فتوقيت عن مودي يصير مجال بالمصعد تسعد ولا تسعد 18 طابق إذا تجي تحسبها على 20 أو على 25 باية للطابق الواحد هما نأتي يعني صاعد لك بحدود ما يقارب الألفين إلا باية فذلك وجدت المصاعد ووجدت يعني خلينا نقول الإسكوليتر الأدرجة الكهربائية التي تساعد على هذا الشيء يمكن واحد يسأل يقول أنا شا سوي بأنه أتعامل ويا المصعد أنا معماري التمازان معماري ويتتتعامل ويا أمور جمالية ويتتتعامل ويا أمور وظيفية فهذه هي تكون من صلب يعني خلينا نقول شغلنا أو أعمالنا مدى ما عرفتك أو مدى اهتمامك أو مدى اطلاعك على هاي الأمور من المصاعد أو الأدرجة الكهربائية فالشيء يعني خلينا نقول أنت تتحدده الكونسولتان أو الاستشاريين المدني وما يخصون الاستشاريين المصاعد هما اللي ياخدون القرار أو ما ياخدون القرار يساعدوك باتخاذ القرار وفق الستندرد أو وفق المعايير اللي هما عندهم فواحدة من الأمور انه انه there are important factors in determining the core layout and lobby design انت من خليت المصعد والمصعد مو هي هاي العربة اللي صعد الأشخاص وتنزلهم فقط انت مسؤول على مكان الكور اللوبي اللي هو مكان تجمع قبل المصعد شكل المصعد ها كلتي أو شكل اللوبي كلتي انه انت مسؤول عليه شايفين انت المشروع مغالاتنا همينا بمصعد قبل المصعد مو كانه وين حددنا صح أنا أنا اللي حددت يعني اللي خليتها يعني قريبا على المدخل ليش على مودي اللي يريد يصعد لها بقي الطابق ما يخوض داخل الطابق كامل على مودي يلقى المصعد على مودي يصعد لي فيصر قده مسافة عملية تقليل حركة البشر أو السيركوليشن داخل المشروعها مسؤولية المصمم وعليه الكار واحد من هاي المسؤوليات اللي ناخذها بنظر الاعتبار أدنى المانفكتشرز والإليفيتر كونسولتينت اللي هما المصنعين واستشاريين المصاعد يوفروا لك يعني الستندر ليوت فور الإليفيتر اللي هو يوفر لك يعني خلينا نقول اللي اوت أو الشي العام للمصاعد المتوفرة مثليش اللي تشمل الأبعاد ولي تشمل الأوزان ولي تشمل الأحمال الإنشائية هاي وين؟ هاي مو انت اللي تحسبها يعني مو انت اللي تقول لي والله أريد المصعد ماتي يكون الأرض ماتة مترتين وخمس سنتيمات والعمق ماتة مثلاً مية وثلاثة واربعين أو ميتين وخمسة وثلاثين هيش شيء لا هو يقول لك أكو ستندر ما العربة العربات اللي موجودة حسب الأشخاص لكذا طابق محددة طبعاً عدد الطوابق أيضاً ناخدها بنظر الاعتبار لأنه السرعة وغيرها وعدد الأشخاص مثل ما تعرفون اكو عربة من بيها شخص بيها فات سرعة معين من بيها شخصين حيصر لازم تبقى بنفس السرعة فيها سرعة كولود بعملية سحب البكرة أو سحب العربة إلى بقية الطوابق إلى آخرهي فجماعة المصنعين والاستشارين المصاعد ينطوك يقول لك أكو عدنا عربات الداميشن مالتها كذا في كذا وزنها كذا تتحمل أحمال إنشائية كذا هذا اللي يوفرها الفئة على هالأساس تصوغ الفضاء ماتك تصمم ما حول هذا الستندرد من لوبي من حركة من موقع إلى آخرهي من الأمور أهم فقرة هاي يعني البارت أوف إليفيتر أنه يعني قلنا همينة تنأخذ بنظر الاعتبار مو كل الشغلات أنه يعني أنتم معنيين بها قللته هواية من الأمور وركزت بس على الشغلات الأساسية اللي ممكن أنه تساعدنا في عملية تصميم أو إلها علاقة في عملية تصميم المصعد وبالتالي تصميم البناية بصورة عامة تيوصل الصوت لو واضح الصوت نعم استجل واضح ماشي من جانا هسا يعني خلالنا نقول ثماني بس خلي أشوف أي أول مبدأ أول جزء من عنده هو اللاندين اللاندين is the part of the floor adjacent to the elevator where passengers are received and charged يعني شون اللاندين ما للدرج اللي هو صحن الدرج أو منطقة الاستراحة اللي هو يفصل بين القلبات ما للدرج هذا همين يفصل يعني اللاندين هو المساحة المخصصة لتفريق واستلام الباسنجر اللي هما عدد يعني اللي حيصعدون بالمصعد هاي يعني شوفو أنت بالمصعد منتج يدخل المصعد مو تخلي عبارة عن مماري يؤدي إلى باب المصعد لا أكو شون اللوبي أكو شون الفسحة شون أكو فد مساحة على مد التفريغ ويعني تحميل وتفريغ الأشخاص بالنسبة للمصعد هاي سموها اللاندينج عدنا الإليفيتر رايز أو رترافول الإليفيتر رايز أو رترافول اللي هو ارتفاع المصعد أو المسافة العامودية أو البير اللي هو يتحرك به تتحرك به العربة اللي تحمل الأشخاص فلذلك أول محاضرة أو المحاضرات الأولية اللي حتشنا بيها بالدرس العملي قلناتكم منتغضون مقطع مكان المصعد ما راح ينقطع ليش لأنه هذا اللي مسؤول على حركة أو يعني خلنا نقول صعود أو نزول العربة قدنا The Cab or The Car نقطة الثالثة Cab or The Car اللي هو أكيد يعني العربة اللي تتحرك صعودا ونزولا خلال هذا يعني خلنا نقول البير اللي هو اللي تحمل الأشخاص الهوستوي اللي هي Vertical Space for Travel of One or More Elevator اللي مخصص لشخص عربة أو أكثر من عربة في هذا الآن نسأل نسأل أكو Elevator Rise زين وعدنا الهوستوي الهوستوي اللي هو الارتفاع يعني هو Vertical Distance في حين الهوستوي اللي هو Vertical Space الهوستوي اللي هو فضاء Distance أو المصعد يقدر الارتفاع مارته بينما الهوستوي اللي هو Space أو الفضاء اللي يعني خلنا نقول يضم العربة الواحدة أو مجموعة العربات بهذا المكان قدنا الguide rail الguide rail يعني شان المحجر حيشينا بهذاك الدرس فد شي يعني أولي أنه المصعد هو تخيل عبارة عن فد حجرة فد عربة ومرفوعة بحبل يعني بالحركة صعودة ونزل ممكن أنه تصير بها حركة بندولية بندولية يعني تحرك يمن ويسرك فأنا على مود أحكم هاي السيطرة أكوسيتش تندق على يعني بداخل الهوستوي بداخل هذا من الطول للطول وبالمقابل بالعربة أكو شون العجلات شون البابل بابل قراج بس الصير بصورة عمودية أنه أكوسيتش اللي هو الguide rail موجودة وين بالهوستوي على متحكم عدم يعني حركة العربة عدا يعني عدا نزولا وصعودا وهاي الفقرة يعني خلي نقول مو بس يعني خلي نقول مو بس للعربة أيضا موجودة الguide rail أيضا للكاونتر والكاونتر اللي هي الأوزان والأحمال المعادلة اللي تكون عن طريق صبائق فولاذية من مادة الحديد توازن وزن العربة فهنانا هذن بيهن بيهن وزن العربة زاعتن هاي بيهن قاد ريل عدنا القايد القايد شوز القايد شوز اللي هو منها القايد شوز اللي هي يعني خلي نقول الجزء اللي يربط بالعربة أو يربط بالكاونتر ويد وليفوت بهاي السجة الاليفيتر بت هو يحيش نبيه بالعملي هاي الحفرة اللي يصير جو المصعد اللي بيها الزنبركات اللي بيها يعني خلينا نقول المخمدات احتمال يعني خلينا نقول التغذية الكهربائية للمصعد وبقية ومستواها يكون اقل يعني اوطأ نقطة بالبناية على مود المصعد يوصل لنا الى مستوى السرداب هاي البدة اللي حتشان احنا بيها واللي يكون العمق مالتها اتليست سبعين سنتيم شوف السل العمق مالتها طبعا هذا 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 هنانا اذا تشوفون المؤشف هذا هذا نوع يعني خلينا بعملية دفع المصعد وتنزيله اه اكو تغذية انارة على مود الصيانة مصيانة هذا هذا اللي تحكم بها شوفوا يعني هاي هاي الامور احنا لازم ناخذها بنظر الاعتبار يعني ان شاء الله باتشل عقبار من تتخرجون وتشتغلون من تجي تشتغل يقول لك البناية مثلا الرادي البناية بيها مصعد فانت شي البناية والله هل قد اشقد نسوي الكور مالتها يقول لك الكور مالتها لازم ما يقل عن مثلا مثلا اثنين في اثنين زينا هاي عربة واحدة لو عربتين لو هاي عربة وحدة هاي قد لابعد ما العربة هل قد زينا اشدعوا هل قد مو البناية ما تتحمل اي ما تتحمل ليش لانه مساحة ما عدي فإنت عندك سبرينغات عندك ال قايد ريل عندك بقية الامور هذن يكون اني اخذ المسافة اوكي عين رحمة الله وديك شكرا جزيلا فهاي الامور هما تتباحث بها و هما تتناقش بها في سبيل انه تضطي الشي العملي مو تسوي لك حفرة متر في متر والله هذا المصعد يكفي مع الشخص وخلص ابوك الله رحمه وطلع قبل ترى ما رح يشتغل ومين ما رح يشتغل هب التنفيذ هيكبر المصعد ومن كبر المصعد هيأثر على باقيات الفضاءات فأنا حسب من البداية وخلص من شرك عدنا المصعد ينزل ويصعد اكو كذا كابل اللي هو من عدها كابلات مسؤولة على سحب العربة اللي هما احنا سميها يعني الهوستن كابل اللي هو عبارة عن واير كابل هاي يعني الهوستن كابل او بقية الواير ات الواير كابل هي من مادة الستيل اللي هي بها قوة شد كل شبيرة تربط على البكرات ومسؤولة على رفع وانزال العربة نفس الوقت اكو ترافل كابل اللي هو داك واير كابل من مادة الستيل مسؤول على الحركة الميكانيكية هاي الكابل اللي هي مسؤولة مسؤولة على الكابلات الكهربائية اللي مسؤولة على تغذية الكهرباء يعني خلنا نقول الصدمات او في حالة الهاي شعن انه اقطع التيار الكهرباء على متأفرغ من عدة الناس اذا صارت عملية خلل هنانا بس داع نبهكم على فد السال فهنانا تشوفون هذا المزفت كل عبارة عن يعني التهيئة لبناء يعني خلنا نقول السرداء شوفوا الشخص والسكيل ماته شوفوا البيت انه القالب وشون يترتب وإلى آخر من الأمور وهاي يعني خلنا نقول فد واقع عملي في عملية تنفيذ السرداء وموقع البيت بالسرداء نرجع لحد هاللحظة اكو شي مفهوم لو واضح واضح ماشي عدنا النقطة رقم داعش اللي هي الكاونتر ويت الكاونتر اللي هي الأوزان اللي يعني خلنا نقول تكون عبارة عن ركتانجول كاست ايرون يعني عبارة عن صفائح أو عبارة عن سبائك اللي حفو مو صفائح ايضاً ايضاً على موديل الثقل ما يتحرك منه يسر وعادة الوزن مالت انه عادل وزن العربة وزن الأشخاص ووزن الكابولات اللي تشيلها وتنزاف كل شي هو هذا محسوب الكاونتر ويت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يعني اكثر من محسوب أوزان العربة والأسلاك والأشخاص اللي دي يصعدون من العربة اوكي ممنوع شكراً بعدش قدني يعني خلين نقول there are also cable attacks to the bottom of the cab and the counterweight to balance the weight of the host cable اكيد يعني يكون كابولات يعني لو كابولات مسؤولة على سحب العربي لو الكابولات يعني لو والميكانيكال كابول خلين نسميها او الواير كابول لو الالكتريكال كابول عدنا يعني اسا وصلنا للطابق الاخير لسا المصعد وصل الاخير طابق تعرفون انه يعني مكان يعني خلين نقول الكلابس او التناقيل احنا نسميها والواير والبكرات وهي هاي كلتها يعني مكانات او عدد العفو يرادلها الى مكانات يرادلها spaces فالشي اللي يعني خلين نقول اللي احنا لازم نحس بحسابه انه هاي مكان الضخمة اللي مسؤولة على سحب العربة بالاشخاص مالتها رادلها الى فال قوي فبالتوب مالتها هو عدنا فالشي اسمه structural platform اللي هو موجود وين بغرفة المكائن elevator machinery باع الحجم مالتها شقد شبير وهاي اوين قاعدة قاعدة على على فال structure حديد قاعدة على يعني خلين نقول التصميم او الصبة مال نهاية الطابق اللي حجينا بيها ذاك الدارس بالدرس العملي واللي حتى يعني الانشاء مالتها او الشغل مالتها انشائيا لازم نحسب بصورة دقيقة وعملية عمود تحمل هذا تخيل هاي القتلة تخيل الشبيرة المسؤولة على سحب البكرات والعربات والآخر يصير بها فشل فتنزل العربة تنزل وها تنزل فوقها فياسة هاي البكرات مثل ما موضح أريد أسعد من فلان طابق أريد أنزل من فلان طابق أريد أسدباب تعرفين هاي الدقام اللي موجودة بالمصعد موجودة خارج يعني خلني نقول خارج بكل طابق في عملية الدقام أو النقاط أو اللي مسؤولة على استدعاء المصعد بالطابق اللي آني زاعدا أفوت للمصعد أكو عدد الطوابق أكو الانزال أكو الصعود أكو إلى آخر هاي من الأمور هاي سموها control panel وعدنا drive أو motion control هاي اللي مسؤول على يعني خلني نقول كل يعني خلني نقول مسؤول على السيستم ككل يعني مو بس هاي الدقام وها الدقام لا أكو اللي يعني خارج control panel يعني خلني نقول المكان اللي أحس أو أسيطر به شوك أفتح الكهرباء شوك أسد الكهرباء فترة الصيانة إذا صار عندي خلال طار إلى آخر يلازم أكو مثل السيركت خارجي اللي أنا أتحكم به بالمصعد أو أقف له أو أخير وقت الصيانة إلى آخر من الأمور فهذا اللي يعني خلني نقول اللي موجود قدنا من الأمور اللي يعني خلني نقول اللي نحكي بيها أو اللي إلها علاقة أيضا المت سويتش اللي هو حتش نبي اللي automatically cuts the current when the elevator passes a point near the top or button of its travel يعني شنو يعني أنا عندي المصعد من الطاة تفد أمر معين وبيدي المصعد يصعد لي فوق وصل للطابق الأخير هذا إذا استمر بالحركة ما تيضل يصعد لي فوق ويفلش المشين روم أو الحالة بالعكس إنه إذا نزل كل احتمال يعني بالنزل ما تما أقدر أسيطر عليه فأك وفد شي اسمه limit switch أنا أخلي أنا من يوصل لفلان منطقة أدوس النقطة تنقطع عليك أرباء فهو حيوقف قد الطابق الأخير مو أكثر من عنده على المدن يسبب لضرر بغرفة المكائن ولا ينزل نزل كل قوي بحيث يأثر على الراكبين الموجودين بالعربة وممكن يتبسهم أو بصرفة خلل أيضا يقطع بالأخير فيقطع ما يوصل للطابق الأخير ويقطع من ما يوصل للطابق الأرضي أو الطابق الأول اللي أنا داشتغل عليه إذا كان طابق أرضي البفر البفر اللي هي إذ أبستن أو سبرينغ ديفايس اللي هاي حتشين بيها السبرينغ أو النوابض اللي هي تعمل على امتصاص الصدمة اللي موجودة بالبيت إلى آخر هي عدنا الهوست ويدور قلنا إحنا بكل طابق بكل طابق أكو فتحة فأكو باب آآ هاي باب الموجودة في كل طابق وأكو باب اللي هي موجودة في كل مصعد الهوست ويدور اللي هي تقع ما بين الهوست وي وعادة يعني هي تنسد من تكون العربة في حالة يعني تنسد أوتوماتيك ما تقدر أنت تفتحها في حالة أنه الحركة يعني خلنا نقول المصعد في حالة حركة تنفتح فقط من المصعد الباب اللي يكون مقابيل المصعد يعني أنا مم بالطابق الثالث مثلا والمصعد بالطابق الأول المصعد مثلا توقف بالطابق الأول ما قدر عنا افتح الباب الباب تنفتح من يكون اكو بين الطابق والعربة واضحة الفكرة ويكون الارتفاع اعمالتها مثلا مترتين واربعتعش الى مترتين واربعة واربعين سانتيم الارتفاع والكار والسيق 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 يعني هذن بقيات الأمور اللي تساعد وايضا ناخذها بنظر الاعتبار من حجان على المصعد قلنا لكم الدرس العملي طينا ملاحظات قلنا لكم المصعد نحن الكور مسوي كلش عميق فنقطع من عنده جزء هاي مو يعني خلنا نقول للكل تأكيدا على ملاحظات الدرس العملي انه جزء من عنده يقطع ويكون جزء منه مؤلف يعني شغلات الكهربائية زاعدوا جزء معين لكل البناية جزء معين للكنترول ما للمصعد فهاي ترتبوها من يمكم بما يخص الجانب العملي هاي الأجزاء وله يهواي وصورة اخذت من قدكم جهد بالتركيز يعني خلينا نقول بالمعلومة بس على موضة تكونون بالصورة وهذه كل الأمور انه تنأخذ بنظر الاعتبار باشر عقبار من يعني خلينا نقول معرضين الى تصميم فتبناية تحتوي على مصعد زيان المصاعد بصورة عامة المصاعد بصورة عامة هو مو مصعد واحد هي ادت يعني ادت انواع وهسا اذا شوفون بالجانب العملية او بسوق العمل هواي اكو من هال هيتاشي من هال سامسونج من هال ال من هال شنايدر الالمانية هواي اكو امور او هواي اكو انواع كل واحد ومواصفاته وكل واحد وسعره وكل واحد يعني خلينا نقول الابعاد ما تلي تنأخذ بنظر الاعتبار مبدئيا هسا عدنا الاليفيتر ممكن انه تنقسم وفق الميكانيزم وفق الالية موالتها سويت لكم بالاصفر لانه اكو غير يعني التصنيف هذا التصنيف اكو الاليفيتر حسب الاستردام بالنسبة للميكانيزم اول نوع عدنا الاليفيتر اللي هي المصاعد الاليفيتر او اللي بيها يعني خلي نقول يعني شون الجير هي شي احنا نسمي يعني منظم السرعة مال السيارة نفس الترتيب مال الجير اللي هو نفس هالعجلات المسننة اللي مسؤولة على رفع وخفض العربات مثل مثل تشوفون هاي اللون الازرق هاي الدوائر الزرق نانة بهاي الصورة وعلاقتها بالكاونتر ويت الازرق وعلاقتها بالبفر زون اللي تحتوي على السبرنقات او النوابض اللي تمتص البقية يعني خلن نقول الحمل هنا انا اكل بكرة عليا وبكرة السفلة ممكن انه تتحكم بالكاونتر ويت او ممكن انه يعني خلن نقول يا اما عن طريق بكرات يا اما عن طريق القايد ريل الى اخره من هذا النوع من المصاعد يكون موجود بالابنية متوسطة الارتفاع اللي هي ماكسيمم رايز يوصل لل 103 متر 103 متر يعني اذا كنا 30 يعني بحدود 30 طابق الى اخره يعني تشتغل هاي النوع من انواع المصاعد هذا المصاعد توفر لك سرعة اللي هي 137 متر سرعة ايضا الها فالدور معين طبعا واتت تعرفون كل زين انه كل ما زادت عدد الطوابق كل ما حركة المصعد تكون بطيئة فلازم انه انا احافظ ليش منه ثقل مبدأ الجاذبية الارضية حيصير قوي بهالحالة فعلى مود يعني اسيطر عليه لازم انه كل ما اسعد القوة مال البكرات والعزم مالته والشدة مالته لازم يزيد انا متبقى بنفس السرعة مو مثلا بالطابق الاخير المصعد يبدي يسحل بروح بالقوة انه يصعد للطابق الاخير لا لازم من البداية لانه هاي لازم تكون بنفس السرعة فهنانه الـ gear system هاي المبدأ مات او هاي المواصفات مات عدنا المبدأ الثاني اللي هو الـ gearless الـ gearless اللي هو high rise يستعملوه عفوا في الأبنية عالية الارتفاع من الأبنية من هصر الارتفاع مالة عالي لازم آني من الطابق الأرضي مثلا للطابق خلي نقول فرد الاربعين أو الخمسين يعني إذاك النوع حد الـ 30 أو 32 متر من أريد أوصل للطابق الـ 40 أو أوصل للطابق الخمسين لازم سرعة المصعد يعني بالطابق الخمسين لازم يجوز مكسما مكسما دقيقة فلازم هنا أنا عندي سرعة مسعد تتراوح بحدود 360 متر بالدقيقة إذا تجون تقسموه يعني يطلع شي خيال بالثانية هاي المصاعد تكون كفوئة وتحتاج إلى صيانة أقل بس من هي تصير كفوئة أو صيانة أقل فهي باللتجة ستكون قياسا بالأنواع ذي واحد يسأل يقول يعني ما فرق القير لازم يعني ما بيها قير لأ هي بيها قير بس هنا مثلا خلي نقول بكرات قليلة عن ذي البكرات اثنين تعتمد على دفع الكهربائي يعني معتمدة على الكهربائي هنا يعني عملية الحركة مالتها وبقية الأمور معتمدة على الكهربائي كهربائي أكثر مما هو ميكانيكي واضحة الفكرة لو أعيد هاي واضحة الفكرة طلاب واضحة تارينا أي فهذا كهربائي عدنا النوع الثالث اللي هو الهايدراليكي النوعين السابقين الجير الجير لس والجير هذا معتمد على سحب و يعني سبح العفو السحب ونزال العربة هنا الهايدراليكي يعني كأنه تخيل نفسك في طابق ثاني ومن المحجر ترفع لك فط صندوق هذا يسمو يعني هاي المادة النوعين الأولين نوع السابقين الثالث اللي هو الهايدراليك الهايدراليك إليفيتر هذا عبارة عن بامب موجود بالبفارزون موجود بالبيت يمل النوابض الحلزونية اللي هو مسؤول على دفع المصعد إلى الأعلى هذا يسموه هيدراليكي هيدراليكي يعني شنو يعني عملية دفع عربة المصعد باستخدام قوة زي الهايدراليك شون مثلا نمثلكم إليها نمثلها إنه تتتسوق تريلي لور شبير شاحنة شبيرة هاي شاحنة شبيرة معقولة هاي شاحنة شبيرة اللي طولها 12 متر ممكن أنت توقفها بدوسة رجيل أكيد هو يعني أنت كل وزنك هلنقلفت 60 أو 70 أو 80 كيلوغرام تقدر توقف لك سيارة زين بضغطة رجل مثلا خلينا نقول وزنها آلاف الأطنان أي تقدر تبيش لأنه هذا أكفة زيت مضغوط عملية ضغطة بسيط لهذا زيت توقف هذا المكان فهذا هو الهايدراليك إذا سمعين بي فقرات الهايدراليك إليفيتر أنه نقدر نستعمله لحد ست طوابق فقط يعني نعتبرها من الأبنية قليلة الارتفاع ما زال هو عملية الدفع يعني عملية حركة المصعب معتمدة على دفع من أسفل فهنانا ما رح نحتاج البينت هاوس ما رح نحتاج بيتونا ما رح نحتاج ماشنري روم ما رح نحتاج غرفة مكائن لأنه ليش لأنه ما عدنا بكرات ما رح نحتاج كابل ولا تركشن موديل ولا كنترول سيفتي بس بالمقابل هذا نوعا ما هيكون يعني خلنا نقول إن أكسبنسيف يعني شن إن أكسبنسيف هيكون غير يعني مغالي ليش مغالي لأنه لا بي بكرات هاي البكرات ما كو إذن قل من السعر ما كو بنت هاوس قل من السعر ما عدنا كابل تراكشن موتورز قل السعر موت فهاي كل تتقليل بس بالمقابل جدي صر عدنا صر عدنا ها يعني خلنا نقول السعر الرصيانة موت هيكون غالي لأنه إذا قل مستوى سائل الهايدروليك بالعثلات أو خلنا نقول بالبارز هذا هيأثر على كفاءة المصعد بسرعة عامة عادة نحن من قل إنه مخصص لست طوابق السرعة موت هتكون قليلة الارتفاع موت هيكون قليل الهوستوائل is smaller than other elevator أكيد الهوستوائل اللي هو المسافة المسافة ليش لأنه لراح يصير عدنا يعني خلنا نقول الكاونتر ويد ما عدنا كاونتر ويد ليش لأنه ما عدنا فتشي إعادل هذا عبارة عن سيتشات وفتشي ده يدفع من جو ده يدفع علي فوق يقل من الهويدروليك يبدأ ينزل المصعد إلى آخر هاي الميكانيكية موتة بس قلنا بالمقابلة هو expensive to operate يعني عملية الصيانة وعملية التشغيل موتة يكون مكلفة ليش لأنه يعتبر advance عادة نستخدم للأوفيس نستخدم للأبنية السكنية اللي هي يعني خلنا نقول under four stories يعني من أربعة إلى ستة لورايز افتهمنا حسب بال يعني الأنواع ماتة يستعمل للمسارح إلى آخر هي من الأمور اللي ما تتحمل يعني خلنا نقول أوزان أو أوزان نوعا ما بسيطة وقليلة هنديكوب أكسزرير فيتر ما يكون هايدروليك يعني الشغلات يعني خلنا نقول السيطرة عليه حيكون كلتها عن طريق الهايدروليك فمبدأ أول مبدئين هي مبادئ يعني سحب ميكانيكا الميكانيكا المبدئ الثالث ومبدئ الدفئ هاي خلوها أباكم هاي الأنواع اللي سابق الشرح السابق إساس شرحناها هاي تعتمد على يعني حسب الميكانيكية موالتها هسا هاي الأنواع اعتمادا على الاستخدام أول نوع هو هي المصاعد الأشخاص هنانا تغذون شوية تركيز عليها لأنه هو الأركيتكت makes the final decision of the type of elevator equipment for building based on the required passenger handling capacity عدة الأشخاص the trip time و the cost يعني إذا هنانا المعماري هو اللي مسؤول على شنو مسؤول على عدد الأشخاص مسؤول على زمن الرحلة أو زمن حركة العربة بالمصعد أو زمن انتقال الأشخاص من طابق إلى طابق هو المسؤول على cost زين والتصنيع والأحمال الإنشائية هاي قلنا اختصاص الاستشاريين المصاعد آآ أما المعماري فهو يختص بعدد الأشخاص وبالرحلة وبال يعني مني تروح انت تصمم لك فيها فات مصعد تقول لأبو المصاعد آآ أنا أريد مصعد أبو المصعد يقول لك كذا نوع انت نطين شتري تش تحتاج قل لأ مخصص لثمان أشخاص الأبو الإنشائي أبو المصاعد هيقول لك آآ ثمان أشخاص أوكي عرفنا ثمان أشخاص بها مثلا خلنا نقول 16 نوع قل لي أريد مثلا بها سرعة سريعة سرعة يعني سرعة سرعة العربة أو سرعة المصعد تكون كل سريعة يقول لك أوكي من 16 أنا عدي ثمان الأنواع من هذا ورا يقول لكلفة تتراوح ما بين دفترين إلى 6 دفاتر بالنسبة للمصعد الواحد ف هذا يعني خلنا نقول تحديد عدد أنواع المصاعد اللي أنا أستخدم هي عملية نقاش ما بين المصمم وما بين مستشارية المصاعد بالمقابل أبو المصاعد يقول لي مثلا ما هي عدي كذا أبعاد ما رح يخدمك بعدد الأشخاص فيستثني هذا النوع عند مثلا هذا يعني خلنا نقول requirement والتبنائي ما تكما تتحمل فنستثني إلى أنه نوصل إلافة قرار فتتشفون أنه يعني مبدأ المد والجزر ما بين المعمار وبقية الإختصاصات هي موجودة بس يبقى هو المعماري هو صاحب القرار الأخير وهو خطية يعني المغلوب على أمره ولازم يأخذ القرارات والبقية كلية تتمش وراء وإذا لا صد فطبقة هي يعني براسة عندنا النوع الثاني اللي هو وإذا أكيد مال يعني خلنا نقول مال مستشفيات مثل ما تشوفون بالصورة إن شاء الله إذا الله سهل لكم ونجحت ورحت الصف ثالث وأخذ العفو صف رابع إن شاء الله وخدت مشروع المستشفيات ستشوفون أنه طبيعة المصاعد اللي تستعمل ورية مو نفس المصاعد المخصصة للأشخاص المخصصة لعربات وأسرة المرضى ممكن أنه تكون بها فتحتين يعني بها بابين أنه تفتح من باب يعني تسعد من باب وتنزل من باب ثانية على موت حركة الأسرة والمرضى إلى آخره إلى بعد ما لتا تختلف عن بقية المصاعد شايفين أنتم مرات نصعب المصاعد أشخاص الباب مات صغير ويبدأ مدافع هذا فت كابل له هذا فت فت مو أقل من يعني خلن نقول فت ستين أو سبعين سنتين بس بالنسبة ل هاي المصاعد الأرض ما لا تمكن أن محسبين المرافق محسبين حساب الممرض أو الطبيب إلى آخره من الأمور وبها الأوزان وبها إلى آخره بقية الأمور ما مطالبين إتب الأوزان بس يعني مثلا نجز بالامتحان أجيب لكم فدوزن قليل وأقول لكم هذا مخصص لل فأكيد تقول لا هذا غلط من أنه يتحمل إلى أوزان أكثر مرات يعني هاي المصاعد أو يعني خلنا نقول الشي سموها تكون يعني تتحمل إلى حتى عشرين شخص هذا شنو يفيدنا يعني يفيدنا أنه لا سأمح الله إذا صار فتحريقة أو صار فتحادث بالطابق بالمستشفيات من أجل التفريغ السريع يعني خلنا نقول يستعملوا لتفريغ الأشخاص فعشرين شخص بالعربة ممكن أنه يسرع بعملية تفريغ المبنى من الأشخاص أن تقع الحوادث النوع الثالث اللي هو الـ اللي هي بها فت معين يعني يعني المصعد وعبارة عن عربة بها أشخاص تصعد وتنزيل لا هناك مرات مثلا اللي هي عربات المراقبة اللي هي عبارة عن يعني فت بوكس سجاجي ويتحرك يمن يسرع بزاوية مائلة إلى آخره نتيجة كيبولات أو عجلات تسحبها أو تدفعها هاي يعني يعني خلني نقول هاي شون التلفريك اللي مسافر برة بالشمال أو يعني بالشمال أو مسافر برة إيران أو لبنان أو سوريا أو بقية البلدان أو تركيا هاي التلفريك هاي تعتبر من الجماعة يعني الـ الـ الانتقال للأشخاص أو لأنظمة النقل عندنا الـ المترجمي مثل ما تشوفون عربة زجاجية يعني مائل اللي هي تسعد وتنزل بصورة يعني خلني نقول مائلة والـ المصاعد اللي موجودة مثلا بتمثال الحرية بأمريكا أو المصاعد اللي موجودة برج برج إيفل باريس آيفل تور أمام من الخلف واحد يقول غلط إيفل هو آيفل تور آيفل أوكي آيفل اللي هو هذا يعني خلني نقول الارتفاع ماتة كلش آيفل بالنسبة للمصعد ما البرج الحرية برج الحرية اللي شايفين ما أمريكا 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 يصعد وينزل بصورة عمودية بداخل هذا التمثال وعملية بها بها تصعد بالعربة يعني تربط بالمحجر وصار عملية الحركة ارتفاعها كلش قليل يعني نص طابق يعني نص طابق يعني نص طابق بالزايد اللي هو 2360 ارتفاعاتها كلش قليلين حركتها قليلة وبقية الأمور مثل ما دست شوفون بالصور لحد الآن خلصنا احنا الاليفيتر هو وأجزاء وأنواعها وعرفنا شنو طور المعمار بي وشنو اللي يخص الكونسلتينت و وشنو يعني خلنا نقول العملية السيطرة عليه أو عملية يعني التحكم بالحركة إلى آخر قبل ما أنتقل للجزء الثاني أكو سؤال ستاف أي نعم مثل المصاعد يعني أي مصاعد أقدر أني أفتح بفتحتين باب هو إذا حسب نوع الاستخدام اللي إنتي تستخدمي هذا اللي تقدرين تفتحين بي أكثر من باب هذا بالمكان يعني خلنا نقول بالمستشفيات أكثر شي فيتكم غير شي أنه يصير كلفة يعني تعرفين التكل زي هذا إذا فتحت بي فتح يعني العربة فتحت بي فتح ثانية الباب يعني عملية عملية تصميم العربة أنه تحتوي على باب ممثل تصميم العربة أنه تحتوي على باب هاي حيصر علي كلفة إضافية اثنيا عملية التحكم مالتها يابب أفتح ويابب تنسد هاي همينا كلفة إضافية يعني هاي الأمور أنه مبدأ السيفتي أنه يكون يعني مسيطر علي الكيتريكل أو كونترول بانل فدنوب بحيث أنه مو أفتح مثلا فتح بعدين يجوز يصر عندي خربطين فتح اثنين الشخص يوقع من الجهة الثانية على جهة أول بابين مخصصة لأكثر شي للمستشفيات واللي بيها يعني محكومة كلش أو ما متوازي كلش بهذه الطريقة يعني ممكن يجوز أفر العرب بطريقة أو أفر الكور بطريقة هو يعني قدام بحث يخدم السيركوليشن ما تبدون ما أفتح فتحتين بالمصعد أو بالعربة واضح الفكرة لو ما واضح واضح استعد بل الزحمة نعم استعد المصعد البانورامي هذا اللي يكون زجاج من كل الجوانب يعني نفس المبادئ ما لها المصعد لو بيخت الاختلاف لا ومن يعني هو إذا أتشفت البانوراما أكو في بوري جوا دي دفع فقل هذا هيدروليكي إذا ما لقيت لقيت أنه يصعد مثلا وبالمقابل تنزل كاونتر بالنسبة أنه تقريبا البانوراما اللي موجود بالموالات الموالات لم يتجاوز ثلاثة أو أربع أمتار صحيح ثلاثة أو أربع طوابق فهذا مية بالمية هو العفو 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 اللي هو النوع الأول لما محتاج أنت العفو العفو اللي يحتاج إلى الصعود ونجل عن طريق الكهرباء التحكم بالكهرباء هذا ياخد يعني مدايات أو ياخد مجالات كل شه هيا بس بالنسبة للأنواع بالنسبة للبرنوراما احنا اللي اللي دي سوو أنه البرنوراما شن المبدأ موت أنه العربا كلها زجاجية والكور هو كل يتكون زجاج والاعتماد على القايد رائل اللي هي السيتيج اللي هي صعدة وتنزلة تبقى أنه مشكلة إذا صار هايدروليك 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 محلو الهايدروليك محلو يعني تخيل أنت كل تبنوراما وكل التزجاج وأكو فتبور إذا يدفع يعني كانه عامود والعربة تنزل على العامود ويتصعد من العامود مو جميل محلو تمام السيب وأكثر شي الهايدروليك أكثر شي الهايدروليك وين يستعملوا ويستعملوا بالأماكن يعني أماكن ارتفاعاتها قليلة ويحتاج إلى ثقل يعني يحتاج إلى فتشي يعني أنت تسوي مثلا بناية خلني نقول 6 طوابق أو 5 طوابق بس أنت بهذا المكان تحتاج أنه تصعد بالمصعد ماتك عدد ثقيلة أوزان ثقيلة من صار أوزان ثقيلة تحتاجت بكرات وحتاجت مشين وحتاجت شغلات تشيل المصعد هل تفهم قصدي فإن راد غرفة مكائن ضخمة يراد غرفة بكرات كليز ضخمة وين هيأثر هيأثر على غرفة المكان من أثرت على غرفة المكان غرفة المكائن مو معزولة ضمن بنائة حت زيد الأرض أو الكبر مال الكور حت زيد السمك ماتة حت زيد التسليح ماتة لأنه هذا بيأحمال بيأوزان خب إذا خراب فهو حينزل على الهيدروليك بصورة بطيئة خالفة رمال تعمل بعد عيني كمل بقية الطلاب عيني واضحة ماشي خلي نكمل الإسكلياتر زياد مو فين قول كوي الإسكلياتر ردي هي الأدرج الكاربان موجودة بالموالات موجودة بالأسواق التجارية وموجودة بالمطارات ومحطات القطارات تعرفون أنتم بالموالات أكفة حركة في التموضل يعني تتعب من الحركة ومن الصعود والنزول من الأدرج فتظهر أنه تصعد والتنزيل يعني اختزانا للوقت والجهد أنه تستعمل الأدرج الكهربائية كذلك بالمطارات وأكفة شي نحن نفتهم بس أكفة شي اسمه الموفنك والكوي جوز قسم من قدكم اللي مسافر شايفة بالمطارات مطار عمان مثلا موجود أنه أنت تمشي مسافات ما بيك حل تمشي مسافة تعبان من السفر السفر مثلا ما أخذ كذا 4-5 ساعات بالطيارة تنزل تعبان ما بيك حل تمشي والجنطة ما تقتصح لها فأكو ممرات هي ممرات كهربائية أنت توقف والممر هو يمشي بيك فهذه يهمنا من الأمور اللي موجودة بالمطارات واللي صارت متوفرة بالمطارات الحديثة والمولات مطار دبي يعني مطار دبي إلى آخره موجودة نتيجة كثرة المرافق السياحية أو الترفيهية أو التجارية هاي تأخذ يعني الإسكوليتر والموينج عملية حركة يعني شون كأنه مثل شون الباسيكل أنه أكو عجلات وأنه تمشي في سبيل أنه هاي الرولة أو هاي البلاتة تمشي عليه فهيا تأخذ حيز تأخذ ذات سبيس معين أنه تنأخذ بنظر الاعتبار من تروحون المالات وتشوفون يعني خلنا نقول يعني شي سموها الأدرج الكهربائية أو شوفوا جو يعني بالطابق الثاني من يبدو الصعود الناس شوفوا جو شكد أكو فد كيوب كل شي كبير اللي هو يحوي هاي البكرات أو يعني الطرق حركة هاي الأدرج عادة شي سموها يعني مناطق الدروة شوفون أنتم بالمصاعد المصاعد المصاعد الإسكوليتر كلته يعني مو هو يصعد وينزل نفس المصاعد لا هو كلش يصعد وينزل نفس المصاعد من التدريد تصعد بالإسكوليتر تصعدت بالإسكوليتر مثلا أكو بعض الموالات مثل موال النخيل إذا أحد رايح له لي يمشارع فلسطين من تصعد في مكان معين بالإسكوليتر النزول مو بصفة النزول بالجهة الأخرى من ناحية معمارية شو يقول لك يقول لك أثناء مدى يروح من مكان إلى مكان آخر من أجل النزول هو مارة بمحلات وشايف يعني خلنا نقول عدد كذا من هذا هنان المهندس المعماري شون يبين يبين أن الحركة ماتة شون أنه تكون مدروسة ويخلي يشوفه الزبائن من أكثر من مكان بأوقات الذروة بأوقات يعني الحوادث لا سامح الله الحريق أو بقية الأمور يريدون يفرغون المولات يريدون يفرغون المطارات بصورة سريعة كلية مثلاً يشتغل باتجاه واحد فعملية التفريغ الصير يعني بس نزول ماكو صعود في سبيل أنه أخلص بأسرع وقت فالحركة أنه هذا المصعد أو الاسكولايتر عفوان للصعود وغياره للنزول كلية يتبرمجاً أنه يكون للنزول في سبيل أنه تتفرغ المبنى بصورة سريعة هنا هاي الحركة مالتة أنه شون دا تصير أنه أنا عندي صعود تفتر من غير مكان يلا بعدين تبدي تصعد بالطابق الأعلى إلى آخره شوفوا المصعد العفوان كل ساة شلبت بالمصعد شوفوا الاسكولايتر الدرجة الكهربائية والمحجر مع التججد تقريباً يعني خلني نقول متر أو متر أو عشرة أمقادها أمقادها تقريباً أو أكثر من عدها مرة و شوية أنه والبكرات والستجج وإلى آخر شوفوا العمق مالتة يعني هنا العمق تقريباً بالمترتين أو أكثر بسبيل أنه تستوعب العجلات أو تستوعب البكرات اللي تساعد في حركة أو هذا الشي واحدة من المطارات الهامة واللي موجودة اللي هي ترمينات بولدينج في تجارز ديغول مطار تجارز ديغول مطار تجارز ديغول شوفوا الاسكولايتر ناس صعدة وناس نازلة يعني عالم شوية دعني نقول بغير كوكب إحنا الواحدين اللي عايشين بكوكب ثاني إذا شفنا الاسكولايتر قم نطق لأصبعتين المهم عدنا الهوريزان ترموذينج كوالكويق اللي حجينا عليها بالمطارات ما عدي قابلي أنه أنا أمشي ويا الجنطة السفرة كانت كلش طويلة ومتعبة فعليه أكو هاي الممرات الكهربائية الأفقية تساعد بعملية الحركة هاي مثل ما تشوفوها أفقية الحركة مالتانة أقدر أمشي هنا وأقدر هنا لسرعة المشي أريد أستعجل أو أريد هاي إلى آخره عفو أستعمل الهوريزان ترموذينج من الأسباب مالتها أو الفوائد مالتها المسافة البعيدة المسافة البعيدة المسافة البعيدة يعني هواي من المسافرين شانا ما يقدروني بشوها يعني خلني نقول هواي من الأمور اللي تساعد بعملية حركة المسافة البعيدة المسافة اللي متأخر ويرد يستعجل وما يركض بنصف المطار عن هاي الأمور والتسئيلات اللي ممكن أنه تصير عدنا الكور ديزاين احنا هسا يعني خلني نقول المصاعد والعربات والمشينج وإلى آخر هاي كلية تكون ضمن مكان اللي هو عدنا نسمي احنا الكور وحجينا به احنا الكور شنو وشنو مواصفاته ووين يكون وشنو الترتيباته والشير يعني خلني نقول الشيروول اللي مؤلف من الشيروول بنسبة أو يعني Structural Structural analysis تحليل إنشاء كبير هذا الكور وعلاقته بالمبنى وين أحطه شون يصير ترتيبه علاقاته هاي كليته يعني أنت كمعماري لازم أنه تنخذ بنظر الاعتبار من أخذنا يعني خلني نقول أنواع الانتقال ديش المحاضرة أنواع انتقال الأحمال والباسيستيم والكانتليفر سيستيم والفريسبونس سيستيم أكو بعض الأنواع اللي كان لها علاقة بالكور سيستيم اللي هو الكانتليفر سيستيم الوسطي وإلى آخره والكمبوزيت إلى آخره من الأمور أو السيستيم اللي احنا يعني أخذناها بس نجعل الكور سيستيم بس نجعل الكور ديزاين الكور ديزاين كور ديزاين شوف هو الدعم اللي يكون بلون الأسود لأنه كليته كونكريت والباقية هو عبارة عن سبورت يعني شوف هنان عدنا سبورت دين عامود عامودين ثلاثة أربعة خمسة وهنان بس اللي دي يصير الكور ديكون مكانة دي يشغل مساحة يعني خلني نقول تقريباً عشرة بالمية أو تقريباً سبعة ثمانية عشرة بالمية اللي يضم المصاعد يضم الأدرج يضم مرات الحمامات يضم يعني الكابج الشفتينج اللي هي بالنسبة لل يعني شو نقول بال يعني مرمى النفايات العفو هاي كلية تكون من مادة الكونكريت وهنان بصورة مركزية مثل ما دي يشوفون هذا الطابق الأرضي أو الميين فلور هناك الميين فلور هناك الميين فلور هناك الكور مكانة وهذا تشوفون الأعمدة الأعمدة ترى بس هناك بهذا المكان اللي هو الخارجي فقط وطريقة الترتيب مادة بس يعني هو الأعمدة ذاتي جون عليها شون مرتبها بس فرت الأعمدة من فر أعمدة هاي كلتها بالاتجاه العامودي هناك بالاتجاه الأفقي شوفوا شون قدر يطلع بالكوني على المود يعني خلني نقول الشكل موتي شون دي يشتغل فمو أنه أنا أتقيد ما زال اللي قرد موتي موتي يعني قرد من الأعمدة خلاص يعني البناية تبكال يعني مربع أحد أطلاع يعني مستطيلة لا ما كويتي شيء أبدأ أتحرر أبدأ أتحرك يجو زافر من الكولة ما يطلع لي مثلا شكل مثلث يفتروية الكتلة موتي كذا option أكو بس إتوا لا تتقيدون إتا افته من المبدأ ومن المبدأ انطلق فتا تشوفون هنانا هذا النوع من أنواع الكور اللي هو يسموه central core اللي هو يصير بنص البناية عدنا هذا همانا أيضا يعني نوع آخر من أنواع الكور البناية طبعا البناية هياتها يعني هاي الكوليتها يعني هي البناية اللي عندي هاي الحجر اللي دا تشوفوها هاي الحجر اللي دا تشوفوها يعني هاي مبنى هاي مبنى هاي مبنى هاي مبنى هاي مبنى العفو هاي الحجر اللي دا تشوفوها نانا شكلها هذا الكور اللي دا يشتغل عدنا موجود الشافت مع الحمامات والمصاعد والعدرج بهذا المقام هذا هنا ديصر عن ديكور وحنا ديصر عن ديكور فبالنتيجة هذا يسموه الملتي ملتبل كورز خدنا اسا السنترال كور وهذا عدنا الملتبل كور هنان البناية كلته هاي شكل هاي هنان اكو كور وهنان اكو كور وبالنص اكو يعني خلني نقول ادرج زاعدة خدمات بس اللي مسؤول عالمصاعد وغيرها هو العطرة في اليمنى واليسرح هذا شي سموه سايد كورز اللي هي المصاعد الجانبية هذا السيزر تاور اللي خدنا ذاك الترس زين مثال متباينة الارتفاعات بس الكور هو يبقى العامد الفقري اللي يحوي كل انواع الخدمات والادرج شوفيش قد النسبة ماتتي شوفيش قد النسبة ماتتي هناني هو نفسه هنا يرتفع بس هنان مثلا بقيت طابق وعد ما احتاج هذا الجزء البسير هم تتفهمون قصدي اه ابقى احتاج هذا مثلا هذا بالطابق الارضي هنا مكان هنه موجود وهنه موجود وهنه موجود على شكل زايد منصعد بالطابق اللي فوق مثلا هذا المكان اله طابق اللي فوق صار ابارة عن بقي ابارة عن زايد قل هذا الطابق وقل هذا الطابق وبقى على الاتجاه الأفقي بالطوابق الأخرى صار بس مستطيل فبس هذا يعني الكور ما أصعد بعد للأخير لأنه انتفت الحاجة ماتة بالنسبة لبقية الطوابق وين ما عندي طابق دي صعد أصعد الكور وين ما عندي طابق المقطع بعد ما ونقل فهاي الأوبشينات يعني شوية بعد أتحرك بالتفكير ماتي زيان والكور جلون مواني عندي كور الكور أنا أكترا قطعه خلي مثلا هناك كور وهناك كور هاي هميني يعني خلي نقول من السيزار تاور كور النوع الثالث راء ورابع عدنا السنترال كور هميني تشوفوا مكان الكور المصاعد الأدرج الشافت مع الحمامات وطريقة الشغول مالتها طبعا للألم هناني الكور أو المبنى مالتنا نتشوف الكور هناني من تشوفون الكور مالتنا اللي يحتوي على الشافت ويحتوي على المصاعد ويحتوي على الأدرج ويحتوي على الحمامات ماكو جدران طوخ بس مجرد خدمات بس ماكو جدران طوخ فأعلم أنه هذا المبنى هو نظام اللي ستيل ستراكتور هاذا من النظام اللي ستيل ستراكتور ماكو هنانا كونكريت هاي السنترال كور وعدنا الان نذر تابس أوف كور شوفوا المكانات مالتها هنان همينه هنان كور هنانا كور هنانا كور يعني حسب التصميم اللي انت تشتغلي مرات الكور ياخذ نسبة كلش كبيرة من الشغل ماتك مرات لا والله التلاسم يتحس بحسابه وعمالية تفريغه شون تصور هذا جزء مثلا من الكور مسؤول على تفريغ هذا الجانب الحركة بيدك الستيران بيدك اتا اللي تتحكم وطريقة تفريغ وبقية المساعد عدنا الكابسول تاور كور عدنا هذا ما هذا المأمار الياباني اللي هي الغرف او الفلات او الشقق هي عبارة عن شون قطع المكعبات تشكل بالعامد الفقري اللي هو الكور فالعامد الفقري هو الكور اللي دايشتغل زيان وتتشكل به بقية الحجرات بس هو يبقى ثابت اللي هو هنان الشكلة اذا وطعتكم بالتأشير عدنا الكورنال كورنال كورز هنان هاي واحدة من يعني خلنا نقول الامثلة البديعة شوفوا هنان الكور عبارة عن بالاركان موجودة موجودة الكور او بيوت المصاعد بالاركان زاعدا بالوسط شوفوا هاي البناية هاي احنا نسمي البنائل هكذا انه انا عندي الكور كلي تكون كريت الاربع اطراف او الاربع اركان زاعدا الكور الوسطي ولي فوق مربوطات ببرايسنج تقوية على مدلية حركة الكورنال الكورنال وابدي ارفع او ابدي اصب بقية الطوابق وبعدين ابدأ اغلفة ليكون المبنى ماتي بهذا الشكل هاذا يسمون الكورنال كور هاي كذا انا في احتمال بالامتحان اقول لك انت كمصمم وين ادخل المصعد ماتي؟ كتقول لي مرة سنترار مرة سايد مرة مالتكور حسب نوع البناية الى اخره من الاجابات عندنا هاذا ايضا الدبل سايد كور اللي حجينا بيه على الطرفين المثال هاذا الشكل المهاتد اتشوفو هاذا هنانا عندي هذا مكان الكور وعندي هناك مكان الكور وهاي المال يمكن اعتقد الخدمات التبرد والتدفئة مال كل المبنائة على الشكل احنا خلصنا المحاضرة اي سؤال اي استفسار اي شي ممفهوم انا حاضر استاذي العافظ السؤال بمعاليك نعم عين تفضل استاذي من عرفت السكشن مال الادروج الكهربائية كانكو بيه بيت شو نفاقت اهنا بالسكوليتر اه يعني احتمال مال شسمه يعني احتمال لو الى علاقة بالمبعد قريب عليه لو احتمال الى علاقة بشغلة صيانة او احتمال احتمال يعني هنا الشخص يوقف على موت صيانة البكرات او مثلا خلنا نقول بيت مال التصريف مال المي مال هاي او مثلا مال ميت كابولات احنا مثل ما قلنا مال شي سموه اه يعني مو يعني خلنا نقول فالتفصيل مو يجوز نتيجة الحاجة انه سويت بيت انتقذتك علها وكان غير علها الصورة مضابط استاذ اي احتمال يعني حسبين حساب الشخص اليوقف على موت الصيانة ما صيانة درج فد يعني يجوز اكو فد يعني شون نقول جيك شون مال السيارة من يرفع السيارة اكو فد مكان لازم انه احسب حسابه انه ارفع البكرة احطها يعني هاي الامور عملية رفع وحط البكرة الصيانة الى اخرى من الامور اوكي استاذ تمام بعد اكو سؤال ايني اي استاذ استاذ هذا بالطابق الارضة هاي شا زين بالطابق الثاني شون رح يكون شون هو وين هو هاب البيت اللي داعت شون عليها يعني هو الساعة الارضة زين بالطابق الثاني شون احنا رح يزيله شون هو هنان هاي شوف يعني هو بس دا يبينلك انه الكبر انه شقد اني احتاج خدمات للسكوليتر من اجي انه اصمم ليش اني قلت لك منه تروح للمول لأي مول باوع من بعيد اقف على المسافة وباوع على الدرجة الكهربائي حتشوف انه جوا اكو فد يعني فد سبيس جوا يتحمل هاي البكرات الهواية جوز هاي البكرات يعني جوز هاي بالطابق الارضي يعني بالطابق الفوق انه ما يحتاج انه هذا البيت يعني قلت لك يجوز هاي فد ناحية انشائية او فد ناحية صيانة الى اخرى من الامور بفوق يجوز من تحتاج مثل ما تشوف هنا اكو بليت مو اكو بليت هنا ممكن انه هذا ينفتح وهنا هذا مستوى الطابق مكتوب فلور فلور لفول اخلي المصعد مجرد انه افتح هذا القبغ اقدر اوقف اسويصي يعني بعد ما ما يحتاج يعني هذا الشغل اذا كان جو القاع اذا فوق القاع انا شنو الاشكال افتح شي ساموها الكفرات وابدي اشتغل ما يحتاج وليش دا اخذ من الفضاء جوز اذا اسوي نفس هاي الحفرة هنا يعني هذا مكان حيصر ميت معماريا ما راح اقدر اسطفها من عندي واضح؟ واضح اسطف بعض عيني بعض طلعونا اسئلة من جو القاع يلاي يلاي موكس ايدي شباب بنات عشان اختفاء وناموا والرباع نمتلوا بعدكم لا اساد موجودة لا اساد يعني سمعكو اسيدا اساد ما قصرت اساد ما قصرت واجبي هذا لا تقصر ولا عبد هذا واجبي غصم المعليه رحمه الله وادك اساد اساد ان شاء الله بس الحضور بس الحضور ولا وزحم عليك جماعين شكرا جزينا والله يوفركم ان شاء الله ان شاء الله اليوم اساد ارفع لكم المحاضرات هذه نفس المحاضرة تتسجل فارفع لكم اللينك مالته لانا الوزار همين اعيني قالي لازم توفروا لهم للطلاب يعني خلني نقول لينك مال يوتيوب يفوتون علي وقت ما يعيدون خلص واحملكم بس سؤال ولو هو خارجي يعني مو بدون المادة استاد قدنا تقديم بالديزاين الهيكل الانشائي يعني هو اول تقديم هذا فما اعرف يعني بالضبط طريقة توزيع وشي واشكالنا تختلف واحد من اللاف ومهندسية كاملة يعني مربع ومستطيلة اوشي ماشي ماشي شوف الهيكل الانشائي وهو عملية توزيع الاعمدة هل لي احنا بنعرفه انه عملية توزيع الاعمدة يعني بما يتلعم وفضاعات ماتي لعسا انت قدر الامكان شوف انا عده في الطريق انه اوزع الاعمدة ماتي شون اوزع الاعمدة ماتي انه اجع على فضاء فضاء اخلي بكل ركون ماتي بكل ركون اخلي لي دنقة الفضاءات الكبار يعني مو الحمامات لا مثلاً الفضاءات الكبار فأخليلي مبدئياً مبدئياً أنه أنا أخلي بكل فضاء هاي مو إليك هاي للكل تتعاني من عندها شلون ما شلون أحنا سوينا المخططات هاي سرادين من عندنا هيكلين شاي تيجي على فضاء فضاء كل فضاء تخليلي أربع نقاط تجيب لك تسحب الشغل وماتك على ورق أو عندك ترئيس وتجيب قلم بانتين أدكل ركن مال غرفة تخلي أربع أربع نقاط لازم أربعة كأنه ميز عندك كأنه ميز عندك تخلي أربع نقاط واضح تضربك روس من ضربتك من ضربتك بس إذا تسمحوا لي من تضربك روس فأعرف أنه هاي أكو أربع عمدة ما مين إدي أكل كل سا واحد شارب لا ما يمدري شنو تسد الموايكات تخلي أربع عمدة لكل فضاء وأضربك روس أعرف أنه هذا الفضاء اجسقف مات تمرفوع على أربع عمدة ومربوطات ببيم أجي أنا على الفضاء الفضاء اللاخ الفضاء اللاخ كذلك بالمكان اللي خليت بي مثلا أربع عمدة أو في مكان خليت بي مثلا تلاث أعمدة لازم أكو عمود رابع فهذا العمود الرابع يجوز يكون بممر يجوز يكون بباب فهما ينتخلي مثلا نقرص بعدين تبدأ تزحف مثلا شوية من الممار تكبر من الغرفة يتصغر من الغرفة إلى آخره واضحة الفكرة زين في حالة أنه أكو بعض الأشكال اللي هي مثلا خلينا نقول أجزاء من الدائرة أو دائرة هاي شون حتصير طريقة الترتيب مالتها يعني سيركلر يعني سنتر يعني 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 عمدة على المحيط وعمود بالنص يعني تكون خلينا نقول شي سموها عمود بالنص ويتفرع تتفرع من عنده شعاع ومن الأشعاع أقدر العفو أزرع الكولوم مالتي زين أكو بعض الأشكال بها كيرفات أو بعض الأشكال يعني بها خلينا نقول أشكال أميبية أو أشكال بها كيرفات زين هاي شون حتصير حتصير أنه يعني أجزاء من الدائرة يعني سكتر من الدائرة وأبدأ من من عندها أشعاع زين ونهاية الشعاع وين يتقاطع ويا الشكل مالتي أخلي أعمدة واضح الفكرة له بعد نعم شكل العمود يتناسب لازم نخليه شكل الكتلة لو شلون لو يعني طبعا باوع شكل العمود شكل العمود عادة إذا أغلب الفضاء ماتتك أغلب الفضاءات ماتتك مربعة أو قريبة على شكل المربع فالعامود مربع إذا لا مستطيلة يعني مستطيلة مثلا خلنا نقول أربعة في ثمانية أو خمسة في عشرة يعني أكو فاستطالة بالفضاء هذا لا تسويه مستطيل أكو ما خلنا نقول فالغرفة مستطيلة وجوها مثلا عندك فضاء مربع أصغر من عندها والمسافة ما بين المربع والمستطيل يعني مطابق ركن ويا ركن إذا تفتهم لي مطابق ركن ويا ركن تحاول شو سوي تحاول أنه تقرب عليه بحيث يندمجا اثنين وقت هنا بعامود والعامود خلي يصير مثلا يخلي يكون العمق أو البعد أو متر أو متر تتواصل الفكرة لو لا محمد مو محمد عبد الودود نعم 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 فتقرب تقرب عليه تقرب عليه يعني أنا نحاول قدر في اليوم إذا يعني صار لنا مجاني نشوف الشغل مالتكم تريدون تجيبون الشغلة الديزان همين نشوف لكم ويا همين ما كوش قال بس هذا عادي أنه مش مربع مستطيل الآن بعد شعدكم مشاكل بالديزان صار بقد بس شغلة واحدة آخر سوار كلش عادي موفد مشكلة نعم نعم الثقف مائل شو رح يصير شكل الجسر شون رح يرتبط يعني دنقة بدنقة شقد الميال الموت يعني تقريبا متر أو إلى متر ونص بزياد على اسبانيش قد على اسبان يعني هواية تقريبا 20 20 متر عادي موفد شي عادي يميل الجسر شنو ليش قال يعني إذا اسبان مثلا 20 بس الجسر يميل عادي بس الجسر يميل ما مشكلة أي يعني محلول إنسان بس الت 20 20 أنت تقول اسبان ما تق 20 غير شقد حينزل إذا واحد إلى 10 حينزل المتر إذا تسوي رب سلا حينزل المتر المتر همين مو شغال فيراد لك أنه تشتغل مثل ما قلت للمرون لازم تشتغل يعني steel structure يدو يقدر يحقق لك الواحد إلى 40 يعني نص متر تسوي كأنه تراث يعني تراث يعني space frame هذا الجسر كأنه تتسوي من الاستيل تضرب كراسات آه يعني بس كراس بحل فكرة بس كراس اي تضرب كراس بنص بض ضبط فيصر ما يعني مرتفع من جهة وما من الجهة الثانية ما من الجهة الثانية نعم 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 اي بعد اه 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 انا خلصت قليش ما من نص انا حبيبي المحمد بعد عين أحد عنده سؤال شباب بناد نعم تحتاج اعمده اي مثلا اذا حديثية فواني كل مؤاما كلاب مثلا او طبعا احتى هو 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 سطح او او عفو سقف غير هو مرفوع عن القاع غير اكو سبورت اي لازم اكو اعمده العمود اللي اتت تسوي العمود اللي اتت تسوي يفضل انه يسوي يعني خلنا نقول من مادة الستيل زين سواتي من مادة الستيل ويتأدت بقية المشروع مادة كل تكون كير صح صح اي فاتغلفين الستيل با اه يعني صر التسليق يعني يصر الستيل الكلوم الستيل اللي هو خلنا نقول الشكل المادة اه اتش سكشن اه يتغلف يتغلف يتخلى يعني ندق لقالب ويتخلى بنصف كونكريد فالتغليف ما تصير كونكريد حالة حال بقية الاعمدة بالتوفيق بعد عيني منو عدة سؤال ماكو سؤال مستاذ انا عندي سؤال بس ماعتقد يعني خصها المحاضرة السؤال اللي سيتلك المحاضرة اللي فاتت اللي هي الرفت اذا رادي نسوي وراح يصير هو من ضمن الشغلون التأسيس اسمات المجاري وكذا اي بسيكون يعني خطرة تباري شغلة ما عرف انه هي صحيحة او لا اي يعني اذا انا اصوب مثلا الرفت وفوقها اسوي التأسيس واخلي تلس صوف ابني مثلا وبعدين اتفل خفيفة واكمل اهنا انا على الاساس وادا الاشي قتلك علي ما قتلك غير شي ما قتلك الاساس ما تجمع بيشي بنفس بنفس المكان وصحيح وكل شي ما علي بس ما اشوت داخل لا لا ما اكو بع غائلش والغيرش ما اكو مجاري باساس هاي قطنا وطلعوها من ذنكم ما اكو مجاري بالاساس قطنا وطلعوها من ذنكم بس يكن يسوه يعني يسوه هو يتحمل ذنبه المجاري باعي تكرمون المجاري او العفو يعني مجموعة الصرف الصحي دائما يهتمون بيها يهتمون بيها لانه يعني العفو الفضلات والشغلات اللي تفوت بيها مواد كيميائية فتأثر على طبيعة البوري تأثر على المواد اللاسقة اللي تربط قطعة بقطعة فهاي يعني مية بالمية اكو احتمال انه يصير عندكم ليك فاني ليش داع عرض نفس الخطر فانتي انا شغلة خليها بالي هذا المكان احتمال كلش جدا وارد انه يصير بيه خلل من خليتي هذا الاحتمال باليش اتخلي مقابلة انه انا مستقبلا اكو نوع من الصيانة اليه اي نعم استاذ مضحك هذه الشغلة خليها باليش وفهم المقابل انه انا هذا الشغلة فعاليتها كذا وكذا يعني اكو احتمال انه يصير بيه ليك يعني اكو احتمال صيانة مستقبلية يعني اكو احتمال انه انا ادعم الوياء فما لازم اكو فالطريق انفذ الي انا امود اسول خلل واضح شكرا استاذ انا بالتوفيق اعد عدة سؤال شباب بنات ها هي اقدر اترخص اه اترخص يلا عيني نوفقين ان شاء الله والله يوفقكم شكرا جزيلا اشتركوا في القناة 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 شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا 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 شكرا